عمر انت معاك جنسال كندية هل حصل اي تواصل في اي فترة متفتراتنا هما طلبوك ان انت تلعب تحت العلم الكندي ولا محصلش اصلا وهل لو حصل كان بوك تفكر ولا انت كده كده يا مصر بس او حصل اي او مرة اقول انه وضع ده تواصلت مع المدرب بتاع كندا كذا مرة قبل اما اجي منتخب مصر بس قبلها بفترة لما كنت بقالع في البنسيجة بس مكنش مكنش لسه بقدي بشكل كويس مكنش بقى شارك بصفة كبيرة تواصلت معا كذا مرة واتكلمنا كذا مرة ان هو عندهم مشروع عايزين يوصلوا كاس العالم وعايزيني يبقى حتة من المشروع ده بس انا بالنسبة لي مكنش الموضوع مغري خالص كان انا دايما بفكر لا انا اضحي بكل حاجة ان العب منتخب مصر واستنيت فور سيتي والحمدلله لما جات خدتها بس مكنش بدمي خالص ان انا اروح كندا بس طبعا التواصله معايا دلوقتي يعني هما لعبوا كاس العالم الجاي واللي بعده بس لسه انا بالنسبة لي ان انا العب بلدي حاجة اكبر بكتير غير ان انا العب منتخب كندا خالي بالك للناس اللي مش متابعة فهو فعلا المشروع الكندي حالين واللي اهلهم لكاس العالم هو قائم على انهو القيمة كلها من اللاعبين اللي هما كانوا مغتربين كندا اكيدا على كلامك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة